مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى تفاصيل درع البلد أصبحت محاصرة من كافة الجهات بعد سيطرة النظام على بدتي زيزون وتل شهاب والتي تم الاستلاء عليه ما ضمن مراحل الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين الروس والفصائل ناشطون أكدوا أن ميليشيات أسد الطائفية تطبق من بنود الاتفاق ما يتفق مع مصالحها ولا تلقي بالا إلى البنود التي تشمل حماية المدنيين وعودتهم إلى بيوتهم قادة في غرفة العمليات رفضوا التطورات التي تجري في الجنوب وأعلنوا عدم قبولهم مغادرة أراضيهم والتوجه للشمال السوري فهل أصبح مصير الجنوب أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه وما الذي ينتظر باقي الفصائل مما رفضوا الاتفاق وبقوا على الجبهات في ملفنا الثاني لتفاصيل اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في زيارته الثالثة من نوعها في أقل من عام إلى موسكو يلتقي فيها الرئيس فلاديمير بوتين وفي جعبته الوجود الإيراني على الأراضي السورية فالإسرائيليون يعملون على ما يبدو لجني تمر الاتفاق التي تم بموجبه دخول ميليشيات أسد إلى الجنوب السوري وتسعى من خلال هذه الزيارة إلى تكليل هذه التفاهمات التي جرى مؤخرا بانسحاب أو جرت بانسحاب الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية إيران من خلال تصريحات مسؤوليها يبدو أنها تعاند التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتصر على التأكيد على بقائها في سوريا فما هي ملامح الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين روسيا وأمريكا ومن خلفها إسرائيل حول مصير الوجود الإيراني في سوريا وهل ستلتزم روسيا بهذا الاتفاق وتدفع طهران للانسحاب من سوريا أم أن إيران قادرة على تجاوز التفاهمات الدولية والبقاء في سوريا ترجمة نانسي قنقر إذن استولت ميليشي أسد الطائفية على بلدتي زيزون وتل شهاب غرب درعل والواقعتين على الشريط الحدود مع الأردن ويأتي دخول البلدتين بعد ساعات من سيطرة ميليشي أسد على بلدة أم المياذ وكتيبة الدفاع الجوي شرق درعا لتصبح المدينة محاصرة من جميع الجهات ما لم يستطع النظام السيطرة عليه بقوة السلاح أصبح يسيطر عليه تحت مسمى مناطق المصالحة حتى باتت البلدة تلو الأخرى تسقط بأيدي ميليشيات النظام ولكن هذه المرة ليست تحت ضغط الغارات والقصف المتواصل عليها بلدة زيزون وتل شهاب دخلتها ميليشيات أسد الطائفية بموجب الاتفاق الموقع مع الروس وانتشرت الميليشيات بالمشاركة مع الشرطة الروسية في جميع أنحاء البلدتين ورجحت مصادر ميدانية أن تصل ميليشي أسد في الساعات المقبلة إلى محيط حوض اليرموك بعد تسليم الفصائل لجبهاتها بشكل كامل استكمالا للاتفاق الموقع مع الاحتلال الروسي ويأتي دخول البلدتين بعد ساعات من سيطرة النظام على بلدة أم المياذ وكتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب درع البلد والتي أصبحت محاصرة من جميع الجهات فيما أعلن قادة من غرفة عمليات البنيان المرصوص العاملة في درع البلد عن رغضهم التهجير القصري إلى الشمال السوري بدوره أشار المحام عدنان مسال مع عضو خلية الأزمة بالمفاوضات مع الروس إلى أن الجميع متفق على عدم السماح لميليشيات النظام الطائفية بالدخول إلى المنطقة بالإضافة لتشكيل قوة شرطة محلية تهدف لحماية المنطقة وتنظيم أمورها أما المنظمة الدولية والتي أصبح دورها مقتصرا على إحصاء عداد اللاجئين ووجهات تحركهم ادعى منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أن جميع النازحين تقريبا عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن غادروا عائدين إلى سوريا في وقت بث ناشطون مناشدات للنازحين العالقين على الحدود السورية الأردنية المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل لإنقاذهم بعد تدمير خيامهم أراحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي ومن لندن الدكتور فواز جورجوس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن مرحبا بكم مضيفي الكريمين إلى تفاصيل وأبدأ مع سيادة العميد أحمد رحال سيادة العميد كيف لنا أن نفهم ونلخص ما حصل في الجنوب وهذا التهاوي السريع والمفاجئ حتى لأهالي حوران حتى اللحظة مع وجود عدد لا يستهم به من المقاتلين المدربين المنظمين كانوا في فترة معينة ولديهم سلاح ثقيل متوسط وخفيف لا بأس به مساء الخير تحياتي لك ولمشاهديك الكرام مساء الخير للسيد الدكتور فواز جورجوس ولكل المستمعين يعني حقيقة نعم هي أحجار الدومينو التي لم يكن أحد يتوقعها وتساقطت بسرعة بداية الجميع يدرك من أن هذه المعركة أعد لها غطاء سياسي واضح بتوافق ما بين موسكو وواشنطن وقد تكون إسرائيل داخل على الخط وقد تكون هناك عواصم عربية أيضا في هذا الموضوع عسكريا تم التلاعب بموضوع عدم موجود إيران لكن الجميع يدرك أن بشار الأسد لا يملك ميليشيات ولا يملك قوى عسكرية وكان حزب الله موجود وكان الحرس سوء الإيراني موجود والغطاء الجو الروسي الذي قيل من أنه لن يدعم معركة يشارك بها إيران وحزب الله تراجع مباشرة واشترك في المعركة وكان ما كان لكن المفاجئ ليس في تلك القوى وهي محسوبة لعناصر السورة السورية في كل الجبهات لأن إيراني كحزب الله كنظام الأسد كالروس هم أعداء بنظر الشعب السوري المفاجئة من أن هناك طبخة التي أعدت كانت أدواتها إيرانية أسدية وكانت طاهي روسي وهذه الطبخة المسمومة للأسف الشديد قدمت بأياد من أبناء الجنوب لتقتل قلوب أهل حوران وبالتالي فوجينا من أن هناك اختراق شديد السبب سيئة العميد لماذا يوافق أهالي حوران من الفصائل على هكذا اتفاق؟ يعني دعنا لا نقول أهل حوران دعنا نقول بعض البعض البعض أقصد من وقع الذين يسيرون بالمشروع الروسي يعني هناك أجندة سياسية تتبع لرجال أعمال تتبع لبعض الذين يستبشرون خيرا بالروس ويعتبرونهم أصدقاء ويعتبرونهم أوفياء ويعتبرون أصحاب مشاريع هؤلاء ضغطوا على فصائل تابع لهم بالداخل أقنعوهم بطريقة معينة وبالتالي وجدنا من أن المعركة التي بدأت في الريف الشرقي كيف تهاوت اللجات التي بقيت تسعة أعوام تقاوم محمد علي سقطت خلال ساعات بيد نظام الأسد بصر الحرير التي لم ولن تسقط يوما سلمت ومن ثم تتالت الأحجار بالسقوط كما قلت وهذا الأمر استدعى تحضير اتفاق في عمان لكن فوجيوا من أن أهل حوران لم ولن يوافقوا على تلك السقوك وبالتالي كان يجب تأديب أهل حوران عبر تسعمائة وخمسين طلع جوية وغارة جوية خلال خمسطائر ساعة بعد الاجتماع الثالث الذي حصل في بصر الشام ومن أن هناك عملية انتقام وحقد واضح كان على أهل حوران وبالتالي الخطة أصبحت واضحة من أنه يجب تسليم الحدود وهي المطلب الأول لنظام الأسد ومن ثم المطلب الآخر سيكون على حدود الجلان والعودة لخط فك الاشتباك على الجلان المحتل هذا الأمر جميعه وضعنا أمام حقيقة لم نستطع أن نتجاوزها عادة المقولة العسكرية تقول من أنه إذا أردت السلام فاستعد للحرب ولم يقول إذا أردت السلام سلم سلاحك أن نقول أن النظام نجح باستثناء بعض الألوية الفصائل وقاداتهم المحسوبين كما تقول على موسكو أو اتفقوا مع موسكو تحييدهم عن الباقين وبالتالي تقطيع أوصال درعوا هذا ما أدى بالتالي إلى ما نحن فيه هذه استراتيجية النظام نجحك يعني دعني أقول في البداية دعني أقول في البداية أن النظام كان لديه خطة وخطة بديلة الخطة الأولى هو كسر شهامة أهل حوران وكسر دفاعات أهل حوران والسياس قط الدفاع الأول عبر المحاور السلاسة التي انطلقت من مطار خلقين من مطار الثالث والمحور الثالث من مصر الشام لكنه لم ينطلق الخطة البديلة كانت هي عملية تقطيع الأوصال في الجنوب لست مناطق إذا لم يفلح الخيار التفاوضي الذي كانت تسعى إليه روسيا لكن يبدو أن الخيار التفاوضي نجح بما عجز عنه النظام ما عجزت عنه روسيا ما عجزت عنه إيران في كسر إرادة القتال للجنوب لكن دعني أوقف عن دقطة واحدة كي لا يفهم كلامي فيه سياق آخر إذا كانت هناك سلة من تعاملت أو وسقت أو حيث ما كانوا مسمى بالجانب الروسي فالسواد الأعظم منها الحوران على وعي كامل من تلك الخطة بدليل أن مدينة درعة جنوب درعة الريف الغربي جميعهم لم ولن يقبلوا بأي اتفاق مع الجانب الروسي لأن الروسي عدو والعدو لا يمكن أن يكون ضامن أرحب من جديد بالدكتور فواز جورجوس من لندن دكتور فواز كيف تفهم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي وثقت بها فصائل الجنوب وبتعاهداتها حتى اللحظات الأخيرة إلى أن رفعت الغطاء عنهم بأن سمحت بما حدث في الجنوب السوري بأن يحدث بعد أن كانت منطقة خف التصعيد وهي ضامن وهي أيضا تلك الدولة إضافة لإسرائيل التي كانت دائما تهدد وتتخوف من تقدم ميليشيات إيران وقوات إيران إلى حدود إسرائيل هذا الموقف الأمريكي كيف نفهمه؟ أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال علينا أن نمتلك الجرع الأدبية ونقول أن سقوط درعا ويبدو الجنوب هو الحقيقة يدل وبشكل قاطع تحليلي على فشل وفشل خطير للفصائل المسلحة هذه ليست المرة الأولى التي يفشل عشرات الألاف من الفصائل المسلحة بالدفاع يعني أخذ موقف دفاعي كان في الغوطة الشرقية والكان في درعا والجنوب والسؤال بالفعل يستدعي جرأة أدبية وأخلاقية وأنا لست مقتنعا طبعا ماذا تتوقع من قوات الأسد ماذا تتوقع من حلفاء الأسد ماذا تتوقع من روسيا هل سوف يعاملونك وكأنهم الحقيقة حلفاء وأصدقاء أين هي القوات المسلحة أين هي الدفاعات أين هي الوحدة المركزية أين هي فوضى قيادية وأمنية خلافات وحزازات عشائرية عدم وجود غرفة مركزية في الغوطة الشرقية نفس السؤال هذا لا يمكن لا يمكن للمعارضة السورية إلا أن تنظر وتحلل وتأخذ الدروس لأن بالفعل ما حدث في الغوطة الشرقية لم يؤخذ على محمل الجد في الجنوب والنقطة الأولى أنت سألتني عن الولايات المتحدة وهذا بالفعل سؤال مقنع في الدرجة الأولى متى دافعت الولايات المتحدة على المعارضة في السورية في الثماني سنوات الأخير؟ مقنع من درجة يا دكتور فواز وقبل الحملة عندما بدأ النظام السوري وميليشياته بالحشد باتجاه خليني أقبل لك الجملة لتفهم شو الفكرة اللي عم بحكي عنها لما بدأنا بالتحذير من موضوع أن النظام جدي في هذه الحملة وبدأ أيضا موجود على حدود درعة بحشد عسكري كبير كان الكل يعول على الموقف الأمريكي والتطمينات الأمريكية وهذا طبعا ليس تبرير ولكن هذا ما بنوا عليه ما أوصلهم إلى هنا لذلك كان الموقف الأمريكي حاسم سواء بالبقاء أو الولايات المعارضة المعارضة منذ السنة الأولى عولت على الولايات المتحدة عولت على الدول الغربية عولت على دول الجيران لتساعدها وكان هذا التعويل مخطئ وكارثي منذ اليوم الأول الولايات المتحدة الذي يعرف الذي يدرك الذي يفهم السياسات الأمريكية من باراك أوباما إلى دونالد ترامب الولايات المتحدة لا تريد التدخل عسكريا في سوريا الرئيس الأمريكي الآن يحاول جاهدا سحب قواته الألفين عسكري من القوات الخاصة وتقول لماذا لم تقدم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية إذا كنت أنا في المعارضة السورية هل يمكن أن نعول على الولايات المتحدة للتدخل العسكري الدخول ضدها الروسية في سوريا؟ طبعا يا دكتور فواز ولكن مجرد وجودها رأيت رسالة واحدة من سفارة واشنطن في عمان وصلت وتسربت خلص فهمت الرسالة بدأت القوات بدأت روسيا روسيا التي كانت تحيد نفسها عن أي عمليات عسكرية في درعا خلص وصلت الرسالة والتفاهم ما أريد ما أريد ما أريد ما أريد أنا إيصاله نحن لا نختلف نحن نحاول أن نفهم صحيح الولايات المتحدة إذا أي تحليل قراءة متواضعة لدور الولايات المتحدة الولايات المتحدة لن تدخل في مواجهة حيث أن روسيا الآن موجودة عسكريا وأمنيا واستخباراتيا روسيا هي التي تقود الحملة كان في الغوطة الشرقية أو في درعا أو في الجنوب كيف يمكن لأي عاقل أي قارئ للسياسات الأمريكية أن يقول يعني يعول أو حتى يتمنى أن تدخل الولايات المتحدة السؤال الرئيسي الآن ليس لما لم تدخل الولايات المتحدة السؤال الرئيسي هل سوف تبقي الولايات المتحدة على ألفي على عنصريها ألفي جندي من القوات الخاصة هذا هو السؤال الآن المطروح في ذوائر السياسة الخارجية في الولايات المتحدة تقصد عن أصيرها الموجودين على الأراضي السورية الأمريكان نعم طبعا سيادة العميد سيادة العميد يعني اليوم لم تنتهي قصة درعا لا يمكننا اليوم بما أن هناك فصائل موجودة وصامدة ورفضت الاتفاق ورفضت كل ما تم فيه ما زالت مرابطة على الجبهات لا يمكننا أن نتحدث بلهجة أن درعا بالكامل سلمت للنظام سؤالي لك بهذه النقطة ما هو أفضل خيار اليوم أمام الفصائل التي رفضت كل ما حدث وستبقى على الجبهات تدافع أو تقاتل عن مناطقها يعني في البداية علينا أن نجد أسئلة أو أن نجد أجوبة لأسئلة الدكتور فواز لأن موضوع عدم وجود قيادة مركزية عدم وجود تعاضد عدم وجود تعاون عدم وجود مساند وتعزيز قدرات ما بين الجبهات أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم وبالتالي إن لم نكن قادرين على إيجاد الأجوبة وإعادة تنظيم السورة السورية فنحن في خطر هذه النقطة النقطة الثانية الوجود الأمريكي ليس بقوة ألفين جندي علينا أن ندرك حقيقة وأنا هو بقوة بقوة وإن أتحدث وفق مجد نظر بحجمها كدولة عظمى رمزي يعني تماما بشكل آخر أنا أتحدث أقول أن اللاعب الأساسي أو المدير الأساسي الذي يوزع الأدوار في سوريا هو الجانب الأمريكي وكل من يتواجد من لاعبين على الأرض السورية حتى موسكو هم أدوات لتحقيق الإيرادة الأمريكية في المنطقة يعني بمعنى أن موسكو لم تكن قادرة على الدخول إلى سوريا لموافقة إسرائيل وواشنطن وأن إيران لم تكن قادرة على دخول سوريا واستتباعها بحزب الله وميليشيات الأراقية لو لموافقة إسرائيل وأمريكا هذا واحد إذن اللاعب الأساسي أمريكا وبالتالي كيف نعوّل عما نستدعى هؤلاء لحماية نظام الأسد بالعودة إلى السؤال في الجنوب بالتأكيد فجيعتنا بالجنوب ليست على خسارة منطقة تعادل الريف الشرقي لدرع درع لها رمزية في نفوس السوريين بالتأكيد وحوران له مكان في قلوب كل أهالي سوريا وبالتالي مهد السورة إذا ما هدد فالثورة السورية جميعا أو كل السورة السورية تهدد وبالتالي نحن نعوّل على حوران وما زلنا نعوّل يعني برجعوا بقول خسارة الريف الشرقي هم خسارة قادي وليس مقاتلين مقاتلين الريف الشرقي والذين كانوا بالفصائل نصفهم اليوم أصبح بالريف الغربي وأصبح يدافع عن درع وأصبح في الجنوب قد تكون إرادات قوية عليهم التحصن إبقاء المناطق تحت نفوذهم الدفاع هو الخيار الأمثل أو ربما تنصحهم بحرب الشوارع حتى وإن دخل النظام البقاء في مناطقهم هذا ما سألتك عنه لأن القوة اليوم قوة تلك الفصائل التي بقيت على موقفها ورفضت ما حدث بالتأكيد لا يمكن مقارنتها بقوة روسيا والنظام والميليشيات وهذه الكمية الكبيرة إضافة طبعا لكمية الأسلحة التي خسروها وسلمت منذ اللحظات الأولى بعد الاتفاق تلك الفصائل أو بعض تلك الفصائل يعني هذا الموضوع يقودني إلى نقطة غاية في الأهمية أمر عليها بشكل سريع من أكبر الأخطاء التي ركبناها بالثورة السورية دخول المدن والحرب بتكتيك الجيوش نحن لسنا جيش ولا نملك الإمكانيات ولا نملك العتاد ولا نملك المقدرات التي يملكها مستودعات إيران ونظام الأسد وروسيا وبالتالي كان علينا منذ البداية الابتعاد عن المدن الابتعاد عن البلدات والقتال بتكتيك العصابات بتكتيك الإغارة بتكتيك المفخخات بالعمليات خلف الخطوط بالعمليات الاستطلاعية بالاغتيالات ضربات دقيقة وموجعة في معاقل النظام الرئيسية بقى المدن لا تقدم ولا تؤخف عاش تنظيم داعش عاش في جبهة صحراء الأنبار 12 عام والهجومات التي كان يقودها لا تتعدى من 15 إلى 20 حصر وأقلق الأمريكان وكل مكان يساندها وبالتالي نحن ذهبنا إلى ملعب النظام لتشكيل الجيوش لتشكيل الفرق لتشكيل الألوية كان علينا القتال بشكل أقرب إلى المقاومة الشعبية وحرب العصابات وليس الإجراء اليوم في الجنوب قادرين على هذا العمل حتى داخل مناطق سيطرة النظام لدينا من المؤيدين للثورة السورية المناطق التي سيطر على النظام لم تنس بعد جرائم الأسد وبالتالي نحن قادرون على تغيير التكتيك وقادرون على دخول بحرب استنزاف لن تستطيع موسكو ولا طهران ولا نظام الأسد على تحمل نتائجها لأنها تمتد إلى سنوات وسنوات طيب دكتور جورجوس الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كانت حريصة نوعا ما وإن شكليا على الحفاظ على توازن القوى بمعنى أن توزيع المناطق التي يسيطر عليها كل من المعارضة أو فصائل الجيش الحر مقابل النظام القوى العسكرية تسمح بفتح مغارك هنا توقف مغارك هنا كانت حريصة على ذلك اليوم تسليم المناطق إلى النظام لا يمكن اليوم القول سكوت أمريكية وإنما بموافقة أمريكية وبتوكيل إلى روسيا لرعاية هذا الأمر كيف نفهمه وبأي سياق يمكن أن نضعه بنظرة استراتيجية على كل سوريا لا نتحدث فقط عن درعه بالفعل هذا سؤال مهم للغاية وصحيح للغاية أنت وضعت الإصبع على محمل السؤال إدارة باراك أوباما وهي ليست فقط سياسة دونالد ترامب وصلت إلى قناعة بأن أنها يمكن أن روسيا أن تؤمن نوعا من الحل السياسي في سوريا وخاصة في الثلاث سنوات الأخيرة من إدارة باراك أوباما وبالفعل إذا تمعنا جيدا بالإستراتيجية الأمريكية الإستراتيجية الأمريكية أولا لم تريد أن تستسمي إستراتيجيا في سوريا لن تريد أن تنخرط عسكريا في سوريا ليست مقتنعة بأن المعارضة لديها القدرة والقوى والإرادة لإسقاط النظام السوري ومن ثم وصلت الإدارة الأمريكية أنا عن بحكي عن باراك أوباما إلى قناعة بأنه العمل معروسية هو الطريق الأنجع في الحقيقة الوصولية تسوية سياسية يعني تعطي للمعارضة بعض الأدوار المهمة في سوريا ما يحدث الآن في 18 شهر الأخيرة أن إدارة ترامب بالفعل لا تريد حتى يعني الاستمرار في وجودها الرمزي في سوريا الآن السؤال الرئيسي الذي يطرح في الولايات المتحدة هناك العديد من القوى النخبة السياسية الأمريكية تتخوف من أن الرئيس الأمريكي سوف يحاول إقناع الرئيس الروسي من يعني الهدف الرئيسي الوحيد الآن للولايات المتحدة هو الحقيقة إخراج إيران من سوريا هذا هو الهدف الوحيد إذا وافق الرئيس الروسي وسوف نتحدث عن هذا المحور في الجزء الثاني يعني كل طبعا كل ما تريد الولايات المتحدة الآن أنا أعتقد المعارضة ليست موجودة على الرادار الأمريكي الولايات المتحدة الآن تريد هدفا واحدا وهو تحجيم الدور الإيراني في سوريا ومن هنا القمة الثنائية القادمة بين الرئيس الأمريكي والروسي هي على طبيعة الدور الإيراني وليس على مستقبل المعارضة لأنه بالفعل يبدو أن الولايات المتحدة الدعم الرمزي البسيط للمعارضة إذن يعني منذ البداية الأزمة في سوريا الولايات المتحدة اتخذت قرارا استراتيجيا أن سوريا معقدة للغاية لا تريد الحقيقة لعب دور مثل ما كان دور الخسائر في العراق لم تنظر إلى المعارضة على أنها قوة فاعلة وقاطرة في سوريا ومن ثم عولت على روسيا والآن هذا التعويل وصل إلى درجة يعني أن المعارضة الآن أنها الحقيقة يعني الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المعارضة الحقيقة لاعب وحقيقي في المشهد دكتور فوز هناك من يخالفك الرأي ويقول أنه لو لا دور المعارضة السياسية ممثلة بآخر تشكيلة هي هيئة التفاوض أو الرياضة اثنان لو لها لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه جزء من الصفقة هي من أقنعت قادة الفصائل أو جرتهم إلى الاتفاقات وبالتالي ترجم دورها من شريك إلى فاعل على الأرض وبدأت المناطق تتساقط وبدأت الأسلحة تسلم ما رأيك؟ يعني إلى درجة معينة أنا لا أتحدث الحقيقة عن ديناميكيات العلاقات بين المعارضة السياسية والفصائل المسلحة يعني هي سلسلة دكتور فوز قبلها كان مؤتمر أستان الذي عليه الكثير من إشارات الاستفهام والغير مفهومة مشاركة من عدم مشاركة اتفاق من عدم اتفاق وسوتي وغيرها من السلسلة التي كانت فيها جزء المعارضة وأوصلتنا إلى ما نحن عليه يعني لم يحدث الأمر مفاجئ فجأة سقطات المناطق وتهوات سؤالك مهم ليس فقط في دور الولايات المتحدة سؤالك يتعلق بالعلاقة بين المعارضة السورية ككل السياسية والعسكرية ودول الجوار هذه العلاقة المعقدة والمركبة الحقيقة كانت لها تداعيات خطيرة على الجسد المعارضة السياسي والعسكري وأنت تعرف أكثر مني بهذا الموضوع كل ما حدث المعارضة السياسية هو جزء من اعتمادها يعني ارتباطها بالقوى الإقليمية وهذا الحقيقة سبب كان عنصر ضعف أضعف المعارضة السياسية والحقيقة أدى بالمعارضة السياسية إلى اتخاذ قرارات ومواقف حقيقة أدت إلى يعني كانت لها تداعيات عكسية على المشهد السياسي وعلى دور المعارضة العسكرية والسياسية الموقف الإستراتيجي الأمريكي يمكن تلقيصه بالتالي الهدف الإستراتيجي الأمريكي الآن هو ليس المعارضة وليس دور المعارضة في المشهد السياسي السوري هو الحقيقة العلاقة الجيوستراتيجية وهي إيران خصوصا في سوريا وهذا هو حقيقة السؤال الرئيس الآن في العلاقات الأمريكية الروسية سيادة العميد ذات السؤال لك تفضل اسمع وجهة نظرك يعني أنا أعتقد أداءنا السياسي لم يكن جيد أداءنا العسكري لم يكن جيد لأننا فقدنا القرار يعني أنا باللحظة اللي ندخل فيه على مطار الثعلة وبتأتينا الأوامر بالانسحاب وننسحب ثم نحرر كسب ونصل إلى شاطر ونتوسط وطاطي الأوامر بالانسحاب وننسحب إذن نحن أصبحنا خارج إرادة الشعب السوري وأصبحنا ضمن هيمنة إقليمية هيمنة دولية نصل إلى دوار العباسيين وتأتينا الأوامر بالانسحاب ونصل إلى دوار العباسيين ونعود إلى جوبر إذن القيادات العسكرية القيادات السياسية لم تعد تمثل السورة السورية بل أصبحت تمثل تقاطع المصالح الإقليمية والدولية وبالتالي نحن أصبحنا خارج الإطار كنا نقول أن نظام الأسد لا يملك القرار وقراره في طهران وموسكو نعم السورة السورية لم تعد تملك القرار أصبح قراره متشزي ما بين عواصم إقليمية وعواصم عربية وعواصم دولية وبالتالي عندما نصل إلى تلك الحالة نصبح نحن أدوات ويصبح القرار بيد موسكو بيد واشنطن بيد طهران بيد الاتحاد الأوروبي بيد مجلس الأمن ونصبح نحن كما قلت أدوات للتنفيذ ولسنا أصحاب قرار وأصحاب قضية شعب أشكرك سيادة العميد أحمد رحال وأدعوك للبقاء معنا للمحور الثاني برفقة الدكتور فواز جورجوس من لندن ونقف حاليا مع فاصل قصير إلى المحور الثاني والوجود الإيراني في الجنوب تجنب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة